الجماهير الشعبية تختار الرئيس قيس سعيد وأحزاب الصفر فاصل في التسلل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد إذن فشلت أحزاب العشرية السوداء وعملائها وأنصار الربيع العبرية ودستور بريمر وذنابه وشبكات التكفير والإرهاب الإخوانية التي دمرت ليبيا وسوريا في تجييش الشارع التونسي ضد الدولة التونسية وضد الرئيس قيس سعيد وضد الحكومة حيث خرج بشارع الحبيب بورجيبة بالعاصمة حوالي 300 نفر ما بين سياسيين سابقين وبعض بقايا تنظيم الإخوان المتطرف وحاولوا تجييش الشارع ونشر مغالطات عبر صفحاتهم الفيسبوكية المأجورة إلا أن الشارع لم يستجيب لهم وبقيت حركة النكبة وجبهة الخلاصة في التسلل إذن تحية تونس ويحيى الرئيس قيس سعيد ويحيى الشعب التونسي الأبي شكرا على المتابعة والاهتمام ولا تنسوا دعمنا بلايك الفيديو إلى لقاف أخبار أخرى